أكيد اللي عايزين نكسب المطش اللي جاي وعايزين نوصل كاس عالم لازم حارس المرمى بتاعنا اللي بيلعب آن كم هو مين لازم يكون يعني في أفضل مستوى ليه ويكون أخطاءه almost منعدمة لا مساحة للأخطاء ولا وقت للأخطاء معيك كابتان أحمد ناجي هيقول لي الأول من ناحية نفسية إزاي نقدر إن احنا نجهز الحارس بتاعنا لمباراة زي دي أولاً الوقت مش محتاج زي ما انت قلت اللي يبقى فيه لود بدني خالص يعني يعني حافظ على الموجود يعني بشكل أو بآخر ما يبقاش فيه تدريبات فيها عنفة أو في تدريبات فيها هل بصراحة أنت عنك تخوف من النقطة دي؟ لأ أنا ما أنا شايف كلام ده كله تقاله كلام ده كله يعني حتى الجاز أصلاً أنا حاسيت إن انت بتقولي الموضوع ده كأنه نصيحة يعني ماش عارف أنا ممكن يكون غلط حتى لو حتى لو يعني إن الفترة دي ما فيهاش لود خالص ولا إجهاد للجهاز العصبي اللي هو تدريبات فيها ريأكشنات وحاجات وكلام ممكن لأ في التدريبات صريحة واضحة وهي تبقى أكتر في التاكتك ومو في التحرك وفي الحاجات اللي هي في الجيم مستووشن يعني في الواقف اللعب اللي حيتعرض لها من وجهة نظر كابتن عصام أو الجهاز زائد بقى اللي هو اللي بيطلع قوي 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 بقى التجهيز الزهني والنفسي طب التجهيز الزهني والنفسي إزاي؟ خاصة إن لازم تبقى بميزان قوي أنا هقولك بقى أن أنت يعني هل تتكلم كتير؟ هل تسكو تالب؟ هقولك الجديد في التجهيز النفسي إنه ما بقاش دايريكت بقى إيه؟ أنا ممكن أقولك كلمتين في أول الإسبوع ثلاث كلمات بعد يومين خمس كلمات في آخر المعذكر يعملوا جملة الجملة دي تعمل تأثير مش هجيبك بقى زي زمان ما كانوا بيجيبونا وخليك راجل لا لا وش عارف إيه وكلام ده لا أنا ممكن في تمرينة كده تعمل حاجة حلوة شاف استيلك عامل إزاي؟ إيه ده؟ ده أنت رائع تحفيز قفلت دي إزاي؟ إيه ده؟ بده كسر من الثانية أنت خدت القرار كل ده بيبقى إيه؟ رايح سعيد مروح سعيد رجع أنت رحتم يتديله كمان شو إحنا تاني يوم رايح مروح سعيد جاي سعيد في الآخر بتاخد إنت النتيجة دي إنه هو وصلته لل هاي بوينت بتاعت إنه هو داخل زي ما ينكرر بيقوله حمى ما قبل المباراة وإن اللعب بياخد شوية على بال ما يخش الجيم وحاجات زي كده واللي مش عاف في الإحماء الساكند ويند لازم بيجيلك الساكند ويند وكلام ده كله بطل لأن إنت أساساً اللي حدت الإحماء من ناحية العلمية إن إنت بتعمله في ثلاث مراحل وثلاث مراحل لازم تضمن إنه أخد النفس التاني وداخل المباراة أنا بتكلم على إحماء والراس المرمى والتجهيز الزهني اللي هو بيشتغل على الفنيات يعني الفنيات الدنيا اللي هتشوفها يعني إنت بتكلمه وسلا محضره مقابلية التاملية في ساديو ماني في فنت معين بيتعمل في واحد بيشوت من تحت رجله في واحد ما بيشوت ما يحتاجش مساح عشان يشوت في واحد أسرع فإنت بتخلي المان بتاعه أقرب منه عشان ما يبقاش فيه فرق سرعة كل الحاجات دي انت بتتكلم فيها من خلال يعني المحللين الفنيين بيدوك داتا يعني كان محمود فايز أو مستر أجيري أي حد يديك داتا بحيث انت بتشوف برضو انت تشوف